في ظل الحراك الثقافي الذي يشهد العالم أجمع ياتي إقامة الدورة الثالثة لمعرض المدينة المنورة للكتاب المعرض الذي يشارك فيه 800 دار نشر موزعين على 200 جناح يتم من خلاله تقديم أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية المعرض جيد بداية مبشرة باليومين الأول والتعاني والتالت نحن بلشنا شغلنا بالترجمة في الغالب فالمعرض هي فرصة جيدة للتواصل مع الجمهور والتعريف بالإصدارات الجديدة المتوفرة عننا كراء السنة مميزين وفيه نسبة حضور قوية خاصة بجمهور الشباب والصبايا ولفتنا حفل توقيل لتنين روايات كان فيه حضور جدا جدا مميز وكبير وبعتقد المدينة منور الكتاب حيصبح ديستينايشن سنوي لمعرض الكتاب إصداراتنا إحنا عندنا كتب بقدرة أعمال وبزنس وتطوير ذات وعلم نفس بنشارك في المعرض لسنة الثالثة بنحاول نعمل عملية التبادل الثقافي ما بيننا وبين السعودية وعلى هامش فعاليات المعرض يتم تقديم العديد من البرامج الترفيهية لثقل مهارات الأطفال واعطائهم الفرصة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم هذا بالإضافة إلى ورش العمل التي تناقش موضوعات عدة منها التعريف بثقافة مجتمع الصم وتوفير بيئة داعمة لهم ورشة العمل تتحدث عن لغة الإشارة والتعريف بها ومجتمع الصم والهدف منها نشر لغة الإشارة بين الأخواء حتى يكون تسهيل التواصل بين الصم والمجتمع نحن في جمعية من تجميع لغة الإشارة نحاول ننشر لغة الإشارة الهدف منها هو زيادة الوعي عن هذه الفياه ومجتمعهم وثقافة كما حرس معرض المدينة المنورة للكتاب ومن خلال مركز المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم نبذة زوار المعرض عن حياة الملك عبدالله وأهم المحطات في حياته ولعل من أجمل الهدايا التي تقدم لزوار معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثالثة المصحف الشريف والذي تم ترجمته لأكثر من سبعين لغة ويقدم لزوار المعرض بالمجان خلال جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمملكة العربية السعودية من المدينة المنورة لم ياء موافي أني للأخبار